السلام عليكم ورحمة الله الزول في اللون مرحبا بكم في قناتي متعة في الطبخ وصفتنا لنهار اليوم هي كعك النقاش على الطريقة الصحيحة وبمكونات أصلية بلا منازع علش عندي كامل هذه الثقة؟ لأني خذت هذه الوصفة من عند صديقتي وحبيبتي نوال إيوازيون كولينار اللي هي من أصل بجاوي نوال من بين أبرز المدونات على المواقع الاجتماعية وصفتها معروفة بالصحية والمتوازنة والحاجة اللي جلبتني في الوصفة عن نقاش ديالها هو أن الوصفة الأصلية بطبيعة الحال والكمية القليلة على السكر اللي حتى تفل عجينة إذن بلا منطول عليكم فضلوا معي لمتابعة مراحل الوصفة بكل ذيقة وتفصيل في منطقة بجاية الحاجة اللي يبدو بها هي تحضير الشربات اللي يلموا بها العجينة فيما بعد إذن نحط نسكلة على الماء مع السكر ونخليهم فوق النار بضع دقائق فقط حتى يدوب السكر بعد ما يبرد شوية نزيد له مبشور تاع الليمون وكاين مام لي يزيدوا له مبشور تاع البرتقال إذن نخلي الشربات تاعي بضع الوقت تنسم بمبشور الليمون أنا هنا يصفت شربات ديالي ونتم لكم الإختيات صفية وشربات تاعكم من مبشور الليمون أو لا بعد ما خلصنا تحضير السيرو نفوت الآن لتحضير العجينة نغرب الفارينة أو الطاحين ونضيف لها رس ملعقة صغيرة لخميرية الحلويات مادة بنا من كترش الخميرة لأن الحلوة تتنفخ وبالتالي النقش ديالها رايح تشوه ونزيد رشة ملح ونكمل لحط المادة الدهنية وهنا نلفت انتباهكم لحاجة مهمة لازم كنحطوا المادة الدهنية تكون بردة مليح لأنه إذا حطيناها سخونة رايح تفسدنا العجينة تعنا يعني شغل طيبنا الفارينة تعنا وبالتالي تتعلق العجينة وتصير مطاطية وبعدها تجينة صعبة في النقش أنا هنا يا استخدمت الزبدة لمصفية وزلت الهقيس صبعة على الزيت الزبدة للبنة يعني يجي الدب في الفم والزيت باش نتحصلوا على هديك القرماشة وراح نحط لكم في صندوق الوصف رابط الفيديو تع الزبدة المصفية بعد ما حكيت مليح لمادة الدهنية مع الفارينة نكمل نضيف هادك لوسيغو اللي حضرته في مستهى الفيديو هذيك الشربات أو لوسيغو حطيته كامل لأنه نصت على الكيلة على الماء كطيبتها مع الشربات ولت أقل من النصف بعد ما تشربت كامل هادك لوسيغو لاحظوا بأنه العجينة ما زالها تتفكك إذا نهنا واش ندير نزيد لها ماء الزهر ولكن بكمية قليلة حتى تتلم العجينة وتولي منسجيمة وما تتفتش في اليدين وبطبيعة الحال هذا النوع العجائن لموها من غير من ذلكها نحطها في فيلم بلاستيكي ونخليها ترتاح مليح مليح يعني قدمها رتاحت قدمها رح تعطيك الطوع في الخدمة أنا خليتها باتليلة كاملة في مكان بارد وإذا كنت في فصل الصيف بيتها في الثلاجة ونجوزه الآن لمكونات وتحضير عجينة الغرس هذا غرس البطانة ليجاني من مولاية تيميمون نقيته من كل شوائب وحطيته فوق المدفى أبشي وليطريل نكهته بشوية على الجلجان محمص ومرحي نزيد عليه شوية قرفة وقرصة على قرنفل وشوية على زبدة أو سمن نخلط كل المكونات ونعجنوب نيدية ومن ذاك نزيد ماء الزهر حتى نتحصل في الآخير على غرس يكون عنده نفس القوامة العجينة اللي رايح ندير بها نقاش ديالنا نحط لكم في صندوق الوصف رابط على فيديو لكيفية تحذير عجينة الغرس ونفوت الآن لتحضير كعك النقاش الحاجة اللولى اللي نبدأ بها في الوصفة تاعنا هي تحضير الحرابش تاع الغرس ونحطوهم بجه تقدروا تعاوضنا الغرس باللوز أو الكاوكاو كما عملت ناول إيفازون كونينير في الوصفة ديالها نبسط العجينة فوق طاولة العمل بواسطة الحلال واذا شفتوا بأن العجينة تلتسق مع الحلال حطوا فوقها فيلم بلاستيكي باش تسهل عليكم الخدمة إذا نحل العجينة على سمك يكون نرقيق مليح ونأخذ الحربوش تاع الغرس ونزيد نرقيقه مليح ونحطوه في حافة العجينة ونلف ورقة العجينة حول الغرس حتى نتحصل في الآخر على سمك يكون متوسط وهنا نستعين بهذا الورقة يعني أم باتخون ليكون طولها 14 أو 15 سنتيمتر هكذا نتحصلوا على كعيكعات يكونوا متساوين كامل إذن خليكم تبعوا طريقتي في تشكيل مسايسة عن نقاش بدون تعليق ترجمة نانسي قنقر وهنا باختصار سريع نعطيكم الأسلوب اللي نحب نخدم به في هاد الوصفة ترجمة نانسي قنقر كنخلص تشكيل مسايسة عن الكعك نحطهم في الصينية ونخليهم يرتاحوا هكذا كنحبو نقش الكعك تعنا النقش راح يجي بارز ويجي حاكم وروحه والحاجة المهمة تاني هو أنه لازم نغطيهم بفيلم بلاستيكي وإلا راح تتكون قشرة من فوق وبالتالي النقش تعنا مرحش يجيش باب قبل ما نبدأ النقش نوريكم أداة النقش اللي متوفرة عندي إذن عندي هذا النقاش وهذا وشنه هو الفرق بناتهم؟ الأول كنتك عليه يقعد هذا الفرق في الوسط أما الثاني لا تلتسق الصفحتين تماما وهذا هو اللي يجي النقش تعه أحسن أداة النقش هذه شرتها من تزاير ولكن درت لها تعديلات كما رهيبا لكم في الصورة وتاني كي تشرؤ أداة النقش لازم تكون هذه الصفحة ملساء من الداخل والخارج في كعك النقاش نفضل نخدم بالنقاش صغير هكذا نكون قريبة منيح من الكعكة التاعي نشرع الآن في نقش الكعك وبطبيعة الحال نبدأ وديمة بالحبات اللولين اللي شكلناهم بشي جيك النقش رقيق وشباب لازم شوية على الصبر يعني كل حبة لازم نعطيها حقات على النقش وكي نكون على عجالي من أمري ونحب نخلص الخدمة بسرعة هنا نتيقن بأن النقاش تاعي ما رحش يجينيش باب ناولت قلنا في وصفتها بأنه كي نعود ننقشه ما لازمش ندفه بآدات النقش حتى العمق يعني ننقشه غير في السطح من غير ميبان الغرس أو الحشوة تعلوز كل منطقة عندها طريقتها الخاصة في النقش يعني كي ننقشه إلى هذا الحد وكي نيزيده على هذا وكي نيوصله النقش حتى الوسط أما هذا الموديل بالنقش المائل كي كنت صغيرة كنا نسميوه إرحيوة ولكن قد ما تميزنا في هذا الوصفة يبقى بجويات الحرائر هم اللي يحتلوا الدرجة الأولى في كعك النقاش بكل امتياز ترجمة نانسي قنقر كي نخلصو النقش نرفضوهم بكل حاذر باش من نشوهوش الحلوات نحطوهم في الصينية ونخليهم يرتاحوا من غير ما نغطيهم حتى ولو يبسو ما يهمش بعد ما يرتاحوا مليح مليح نحطوهم على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 أو 25 دقيقة كل وحدة والفرن ديالها وهنا خرجوا لي زوج الصينيات لأني ضعفت المكونات كعك النقاش ايجي شباب كي ياخد اللون الذهبي هنا كنضوب بزاف المطبخ ديالي لذا ما راحش يبانكم على حقيقتو ونجوزو الآن شوفو كعك النقاش ديالنا في صحن التقديم وصفة كعك النقاش لناوال إيفازون كولينار وصلت لنهايتها نتمنى تكون نالت إعجابكم وراني حطيت في صندوق الوصف رابط وصفتها في موقعها الخاص ونشجاكم كذلك ستصفح وصفتها في موقعها لأنها حقا في القمة والآن نقسم لكم أحبا ونشوفوها من داخل كيفاش دايرة وش نقولكم قل ما شافي الأول ومن بعد يدوب في الفم واحد البنة لا توصف جربوه تشوفو والآن ببقى لغنبقيكم على خير إلى وصفة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله